طال المزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود أرحب بك وكيف تبدو الأجواء لديك وأهم فعاليات اليوم مرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة والحياة الأجواء حماسية تشويقية لانتظار بدء العرض الجوي الخاص بالقوات الجوية المصرية في سماء مدينة العالمين الجديدة ربما الآن الاستعدادات تتم على قدم وساق دقائق معدودة وسينطلق هذا العرض الجوي الذي من المتوقع أن يبهر الجميع ويبهر كل الحضور هنا في منطقة النورث سكوير وفي مدينة العالمين الجديدة عدد من الاستعراضات المختلفة من عدد من الطرازات المختلفة للطائرات ستقدم هذه العروض المختلفة في سماء مدينة العالمين الجديدة بمشاركة عدد من الطائرات التابعة للقوات الجوية المصرية ربما هذا الحدث الكبير والضخم الذي ينتظره كل رواد وزوار مدينة العالمين الجديدة هذا الحدث هو استعدادا لامطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء الذي سينطلق من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر المقبل في مطار العالمين الجديدة وربما هذا الحدث هو نقلة نوعية في مجال التعاون الجوي بين مصر ومختلف دول العالم حيث سيشارك في هذا المعرض القادم أكثر من مئة دولة وبالإضافة أيضا إلى أكثر من ثلاثمائة شركة متخصصة في مجال صناعة الطائرات وأيضا الصناعات الفضاء وهذه أيضا الشركات ستشارك بعدد كبير من الأجنحة المختلفة في هذا المعرض وهو حدث فريد وأيضا نقلة نوعية كبيرة يعد الحدث الأطخم والأكبر في الشرق الأوسط وفي إفريقيا أيضا في هذا الحدث الذي يقام لأول مرة في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وربما الآن يعني يتم الاستعداد لبدء هذا العرض الجوي الكبير ونرى حالة كبيرة من أيضا الإقبال من الزائرين على منطقة النورث سكوير لمتابعة هذه العروض الجوية المختلفة وهذه العروض التي ستستمر ما يقرب من ساعة أو ساعتين في سماء مدينة العالمين الجديدة وهذا يأتي أيضا ضمن الفعاليات المتنوعة والمختلفة في مدينة العالمين الجديدة فعاليات كبيرة ومتنوعة يشهدها جمهور وزوار مدينة العالمين الجديدة معرض مصر للطيران الدولي والفضاء القادم في مدينة العالمين الجديدة سيكون نقلة نوعية كبيرة ومشاركة دولية كبيرة جدا في تسليط الضوء على الصناعات الخاصة بالطيران وأيضا وقت عرض أو وقت انعقاد هذا المعرض سيكون هناك عدد من العروض الجوية المختلفة في سماء مدينة العالمين الجديدة من اترازات الطائرات المختلفة مدينة العالمين لازلت تشهد العديد أيضا من الفعاليات المختلفة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية في مدينة العالمين الجديدة ربما هذه الفعاليات لا تنتهي حتى هذه اللحظة استمرارا بالطبع لهذا المهرجان استمرارا لهذا المهرجان المختلف في مدينة العالمين الجديدة دقائق معدودة وسينطلق عدد كبير من الطائرات في سماء مدينة العالمين الجديدة وربما سنتابعها معكم بعد قليل لهذا الحدث الأكبر والأطخب والذي يشهد يعني إقبال كبير جدا من الزائرين ورواد مدينة العالمين الجديدة شكرا زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة